يعني ممكن تشرح لنا وجود الجهاز المركزي للتعباء والإحصاء في حدث ثقافي زي ده الهدف منه إيه؟ الجهاز المركزي يا فندم هو مصدر البيانات الرسمية عن كافة الأنشرة السكانية والاقتصادية والاجتماعية وجوده إحنا موجودين هنا بتحقيق مجموعة أهداف أبرزها نشر الوعي الإحصائي وإن إحنا نقول للناس إن قبلتكم فيها جهاز أحصى ونقول للناس دور الجهاز وإيه البيانات اللي بينتجها الجهاز ومفيدة ومفيدة المين هو ده إحنا موجودين عشان كده لأن المعروف عن دور الجهاز هو التعداد السكاني فقط ولكن إحنا أي تاني نشاطات الجهاز بيقدمها للمواطنين في مصر مختلفة عن فكرة أو زيادة عن فكرة عدد السكان اللي بنشوفها على الشاشة بتاعتكم في الطريقة وإحنا ماشي من قدام الجهاز أو حتى على الشاشة اللي أنتو عرضينها هنا في المعارض إفندم الجهاز إلى جانب إن هو بيقوم بالتعداد السكاني هو إحنا بنقوم حاليا بالتعداد الاقتصادي الذي لا يقل أهمية عن التعداد السكاني ودلوقتي في زملائنا شغالين في الميدان بيجمعهم البيانات من المنشآت الاقتصادية أهمية التعداد الاقتصادي والتعداد السكاني بما إن حضرت كلمت عن نشر الوعي إزاي أواعي الناس لأن بياناتهم محفوظة ما فيش مشكلة إنه يقول البيانات ديت وفي نفس الوقت أفهمه أو أوعيه لأهمية هذه التعدادات أول حاجة البيانات التي يجمعها البحثين الميدانيين بتوع الجهاز هي بيانات للأراض الإحصائية فقط والبيانات الفردية سرية بموجب القانون أهمية التعدادات دي؟ أهمية التعدادات إن إحنا بنعمل حصر الكافة الأنشطة سواء الأنشطة السكانية وخصائص السكان وأعداد السكان وأماكن تواجدهم توزيع النوعي ما بين الزكور وما بين الإناس في المحافظات وهكذا أما التعداد الاقتصادي هو حصر كافة الأنشطة الاقتصادية سواء من قد إيه استثمارات قد إيه رؤوس أموال قد إيه مشروعات صغيرة ومتوسطة حجم العمالة اللي هي بتستوعبها القيمة المضافة اللي بتنتجها تلك المشروعات ومساهمتها قد إيه في الناتج المحلي الإجمالي وهكذا